يجمع معظم العراقيين على أن ورقة الإصلاح التي قدمتها حكومة الكاظمي إلى البرلمان حملت في طياتها ثغرات وسلبيات عديدة آخر العيوب المكتشفة في بنود ورقة الإصلاح ما أشار إليه معهد المجلس الأطلسي الأمريكي للأبحاث بأن ورقة الكاظمي أغفلت قضية أساسية في حل أزمة الكهرباء على وهي قطاع التوزيع المعهد أوضح أن الخسائر الناجمة عن سوء خطوط النقل والتوزيع من جراء الفساد تسببت بفقدان أكثر من 58% من قدرة العراق على توليد الطاقة كما أن العراق وفقا لبيانات المعهد بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار أخرى من الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحقيق الاكتفاء ثغرة تضاف إلى ثغرات كثيرة في الورقة من بينها اعتراف الحكومة بأنها تحتوي تدابير قاسية يجب اتخاذها رغم مرارتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد تدابير أكد خبراء اقتصاديون أنها تستهدف بالدرجة الأساس المواطنين ذوي الدخل المحدود حيث يشكل هؤلاء الغالبية العظمى من السكان مصادر سياسية أكدت أن المقترحات التي وردت في الورقة البيضاء كما سميت هي نسخة مكررة لمقترح البنك الدولي لمعالجة أزمة العراق الاقتصادية إذ لا تعد كونها ضبطا للصرفيات فقط فورقة الكاظمي لم تذكر كيفية معالجة الديون ولا ملف البطالة ولا سبول تعزيز الإيرادات النفطية وغير النفطية ويطرح في الأوساط الشعبية سؤال جوهري بشأن كيفية تنفيذ بنود هذه الورقة رغم عيوبها الكثيرة في ظل سيطرة الأحزاب الفاسدة على مفاصل الدولة عبر ممثليها على أرض الواقع تستمر حكومة الكاظمي باقتراض الأموال لسد العجز دون توفير البديل الذي تعهد به الكاظمي في الأشهر الماضية مثل ما انتهت حملته على المنافذ الحدودية بتسوية مع الميليشيات المسلحة ومن دون رفض الموازنة بأي أموال تذكر عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية عبر مزاد بيع العملة مستمرة أيضا والخسائر المالية من جراء عدم مواجهة الفاسدين بلغت أكثر من 250 مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية الحالي علي علاوي يضاف إليها ديون خارجية وداخلية تخطت حاجز 130 مليار دولار